ما زال السجال على أشده بين طهران وقوى غربية بشأن برنامج إيران النووي خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي عرب ماكرون عن قلقه إزاء المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني أفقى تصريحات أوردها الإليزيه يأتي ذلك في وقت أفاد فيه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن هدف بلاده من تخصيب اليورانيوم بدرجات نقاء عالية هو رفع العقوبات الأمريكية وذلك استنادا لقانون الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات المقر من قبل البرلمان الإيراني والذي لا يتعارض وفق قوله مع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصريحات إسلام جاءت عقب نفي طهران وواشنطن تقارير غربية تحدثت عن وجود مباحثات بين الطرفين للتوصل لاتفاق مؤقت يعتمد رفع العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في خضم ذلك كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق عن إفراج الحكومة العراقية عن مليارين وسبعمائة مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية الإفراج عن هذا المبلغ جاء بموافقة أمريكية ذلك ما أشارت إليه ضمنياً تصريحات لوزارة الخارجية العراقية جاء فيها أن الوزير فؤاد حسين قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياضة أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران في واقع الأمر تلك ليست المرة الأولى التي تسمح فيها واشنطن بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج فقد سمحت الولايات المتحدة خلال العامين الأخيرين بإفراج متدرج عن بعض أرصدة إيران المجمدة في الخارج لتزديد ديون وشراء سلع أساسية وذلك في سياق إدارة الأزمة مع طهران والحؤول دون تصعيد الموقف معها